موسيقى احنا منذ فترة ندرس هذا الموضوع اللي هي العامة لأعمال صيانة الجداول والمبازل كانت مهتمة بشكل كبير في هذا المشروع وفعلا صار اتصالات ودراسة أولية إلا أنه حتى نتحقق من سلامة هذا العمل فظلنا أن يكون هناك تجربة على الميدان بالميدان هذه التجربة هي اللي رح تنطيننا نتائج لقيمة هذا العمل إضافة إلى هاي رح يكون هناك دراسة مستمرة لكيفية استخدام هذه المادة بشكل الأمثل الواقع هذه أول تجربة في قنوات صغيرة لكن ممكن أن تكون على مستوى أكبر على قنوات أكبر في مكانات أخرى أيضا راح تكون عندنا تجارف في تنفيذ مثل هذه الأعمال التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للمياه الإقلال من الهدر الحفاظ على كمية المياه نقل المياه بشكل أسرع استنادنا توجيهات السيد وزير الموارد المائية الأستاذ المهندس عون ذياب وحسب توجيهات مدير عام الهيئة العامة لصيانة مشاريع الرأي استاذ علي فاضل باشرة الهيئة العامة لصيانة مشاريع الرأي بالتبطين القناة وتركورتس أو العشرين بالقماش الخرساني حيث تعتبر التجربة الريادية الأولى في العراق وسيتم لاحقا إنشاء القنوات المباشرة بتبطين القنوات الباقية يتميز هذا التجربة وهذا المشروع سهولة الاستخدام سريع العمل سريع التنفيذ مقارنة بالأعمال الأخرى بالإضافة أنه مخفض الإنبعاثات الكربونية مقاوم الأعمال التعرية طويل الأمد اليوم نحن بمنطقة التاجي عم ننفذ هاي القناة اللي طولها كيلومتر ومساحتها تقريبا خمس تالاف متر مربع اليوم هو يومنا الرابع بالتنفيذ صرنا واصلين تقريبا حوالي خمسين بالمئة أو ستين بالمئة من الكمية اللي مفروض ننفذها أنا هون بمثل الشركة المصنع شركة الكونكريت كانفاس على أساس أنه نطلع على طريقة التنفيذ وتكون كل الأمور أو كل التفاصيل المشروع حسب توصيات المصنع والشركة اللي بتقوم بالتنفيذ كلها شركة عمالها عراقيين وكل التنفيذ ان شاء الله يتم بأياده عراقيين نشكر سيد وزير الموارد المائية الاستاذ عوني ذياب والاستاذ علي فاضل مدير هيئة الصيانة متفضلي بدعم القطاع الزراعي والقطاع الفلاحي هذا المشروع الأول بالعراق اللي هو الغماش الخرساني مرحلة جديدة بالغطر طبت ونشكر السيد الوزير على اهتمامه برعاية الشريحة الفلاح البصي رتو في الفضائية